السلام عليكم ورحمة الله وبركاته How are you my dear students? Are you okay? I hope so In this video we are going to study unit 4 lessons 1 and 2 Are you ready? So let's start Unit 4 celebrate good times احتفل بالأوقات السعيدة Can you blow up some balloons? هل يمكنك أن تنفخ بعض البالونات؟ Vocabulary Invitation Streamers Playlist Balloon Balloon Fireworks Party 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 Scissors 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 I من فضلك أرسل الرد ديختصار Candle 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 Adult Adult Noodles Noodle Event 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 Letter 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 Conjugation of Verbs Regular Verbs Past 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 Tied 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 Decorate Decorated Finish Finished Promان Chlands Laboon C Marchegiani Yes Tied 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 وبعتقد عند شعور من الأفضل وعطائنا أعلم 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 أعتبر أعلم لا أستطيع أن أتمنى اتمنى الأفضل على إستمع وقصة تكستس نسمة بارتي يوسف يتبعون الوصف يوسف يعلق شريطة الملونة لحفلة نسمة هاني ينفخ بعض البالونات دليدا ونوها بيزيينو طرطة عيد الميلاد سند همينة السندين همينة أرسلت لكل واحد دعوة عبر الانترنت يوسف سيطلب من مباه انه يطلق الألعاب النارية مرحبا يوسف ماذا تفعل؟ هاي هاني انا اقوم بتعليق شرائط الزينة لحفل أختي نسمة هاي هاني مرحبا هاني انا اقوم بتعليق شرائط الزينة لحفل أختي نسمة ممكن تساعدني؟ بالتأكيد ماذا يمكن انا فعل ابن عمي؟ ماذا تفعل بيزيينو طرح؟ ممكن تنويني المعاصمة من فضلك ماذا تفعل بيزيينو طرح الانترنت ويجب ان اقوم بتعليق شرائط الزينة نريد ان نعلق هؤلاء ايضا ماذا تفعل بيزيينو طرح الانترنت بالطبع ماذا يفعل اخوتك الاخرين؟ هل يساعدون في التجهيز للحفلة؟ دليل عندنها؟ نعم هم يزيينو طرح الانترنت إنهم يزيينون طرح الانترنت لديهم شموع لها اوه امينة هل تحضر الانترنت؟ هل ارسلت الدعاوة؟ هاي يوسف؟ نعم ارسلتهم نعم ارسلتهم ولكن ارسلت دعوات بالبريد الإلكتروني للجميع ارسلت دعوات بالبريد الإلكتروني للجميع فكرة جيدة كم عدد الناس القادمون الناس الاتيجي لا اعتقد ولكن ارسلت رسي بي على الانترنت هذا يعني كل شخص يجب أن أعرف إذا كانوا يأتي لست متأكدة ولكن ارسلت من فضلك ارسل الرد على الدعوات هذا ما يعني على الجميع إخباري إذا كانوا قادمين إذا كانوا يجوا الحفلة من سيختار الموسيقى من سيختار الموسيقى دليدا ستقوم بعمل قائمة تشغيل الموسيقى على هاتفها لقد صنعت واحدة في عيد ميلادي وكانت رائع نحن نحتاج أيضا إلى شخص كبير لإطلاق الألعاب النقرية في الساحة عندما يحل الظلام نسمة نسمة بتحبهم أعلم ذلك سوف أطل من والدي أن يفعل ذلك جنرال اكسرسيز 1 1 فتحي هاي كامل كامل هاي فتحي أنا أخذ بعض المساعدات فتحي ما هي لهم؟ كامل هاي لهم لحظة أولا فتحي فتحي هل أستطيع أن أساعدك؟ كامل بأكد بأكد يمكنك أن تحب المساعدات فتحي من يسرع المساعدات؟ كامل كامل أخي نسمة ماذا تفعلين؟ نسمة ماذا تفعلين؟ يا نسمة نسمة ديكوريطنج كيك The first day they are They are ديكوريطنج فعل فعل The first day كيك ترتطعيد الميلاد coming كم عدد الذين سآتوا هل يمكنك أن تناولني كم عدد الذين سألتوا تنسى لا تنسى تدعو أصدقائك تدعو أصدقائك تدعو أصدقائك يجب أن تنسى أيضا أصدقائك أصدقائك تدعو أصدقائك نحن جميعا تدعو أصدقائك تدعو أصدقائك تدعو أصدقائك أصدقائك تدعو أصدقائك تدعو أصدقائك مما يفعل ؟ ماذا يفعل ؟ 5 من تقرات أصدقائك نستخدم المؤسس لقاطع الورق هو مرتب يجب أن يقوم بأسفاله في الدولاب نحتاج إلى شخص كبير عشان يضرب الألعاب النارية نكتبنا دعوة إنفنشة معنى اختراع، ديكوريشن، تزيين، أردر، أمر أو طلب 5. يجب أن يقوم بأسفاله في الفناء في الفناء أستطيع أن أقوم بأسفالي لأسفالي أقوم بأسفالي أقوم بأسفالي أقوم بأسفالي أقوم بأسفالي أحضر Revision Revision History History Free time Free time News Weather Weather Cycling 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 Conjugation of verbs Regular verbs Study 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 ينتهي بحرف ال-y الماضي منه نحذف ال-y ونضيف i-e-d Studded Studded Exercise 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 it Exercise it Organize Organize Organized 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 Regular verbs Spend Spent Spent Run Ran Read 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 Say Said Write Wrote Road Feed Feed Fed Wear War Important expressions and prepositions Get Get outside Get outside Get outside Look forward to Look forward to Study hard for On the weekend Take AIDS Main points Main points علي's news علي's news أخبار علي Study exam علي is studying hard for his exam علي يذاكر بجد من أجل امتحانه الأيام دية طبعا عشان نستخدم هنا مدارع مستمر Time indoors علي علي يقضي كل أوقاته في الداخل علي Park علي يذهب للجاري كل صباح في الحديقة علي يذهب للجاري كل صباح في الحديقة سلو ريدر سلو ريدر قارئ بطيئ علي سلو ريدر history books history books علي loves history books علي يحب كتب التاريخ Cycling Weekends يركب الدراجة علي السايكلينج يذهب لركوب الدراجة On the weekend with his dad مع والد Language Focus The present continuous tense زمن المضارع المستمر المضارع المستمر المضارع المستمر من اسمه مضارع مستمر يعني يحدث الآن أثناء الكلام المضارع البسيط كان عبارة عن عادة متكررة أو روتين يومي أحداث متكررة لكن المضارع المستمر أنا جيت في نص الحدث اللي شغل دلوقتي فبقول الحدث يحدث الآن نابر ايه؟ Affirmative Statement الجملة الخبرية المثبتة I am I am he she it singular noun is you we they plural noun are يعني اسم جمع ياخد are أما هي she it is I am بعدهم الفعل مضافة له أين شي إبقى الزمن ده بتكون من اثنين فعل مساعد وفعل أساسي فعل مساعد am is are تصريف فعل يكون في المضارع البسيط تصريف يكون في المضارع البسيط am is are بنضيب بعد ايه؟ الفعل مضافة له ing بنجيب المصدر infinitive ونضف له ing كده كونا زمن مضارع المستمر she is sending email invitations she is sending email invitations هي ترسل رسائل بريد إلكتروني أو دعوات على الإيميل هنا الحدث مستمر قدامه في الصورة هي بتبعد دلوقتي يبقى حالا بترسل she is sending استخدمنا s عشان الفاعل بتاعي she الفاعل مفرد وجبنا send يرسل ضفنا لها ingbt she is sending email invitations invitations p negative statements أقومنا الخبرية المنفية i am not i am not i am not i'm not i'm not they are not are not they aren't having lunch هم لا يتناولون الغداء الآن they are watching tv هم يشاهدون التلفزيون they aren't having lunch aren't وضاف للفعل have ing they are watching tv هم يشاهدون التلفزيون ودي الصورة اللي بتحصل دلوقتي c introgative صيغة الاستفهام a yes or no questions السؤال بهل بقدم الفعل المساعد على الفاعل بعمل مقص بين الفعل المساعد am is are الفاعل هقدم am is are على الفاعل كانت الجملة فاعل am is are وفعل المضافة اللي هو ing هحرك بس am is are اجبها قبل الفاعل اذا كده سؤال am is are subject plus infinitive plus ing are they organizing a party are they organizing a party هم هم هل هم ينظمون لحفلة هل هم ينظمون لحفلة are they organizing a party شايفين في الصورة هم ما بتصوروا فنقول ايه no they aren't no they aren't لاني هم بيبعلوش كده فنفيت قلت no they aren't اللي سألت بها اذا في السؤال هل بس بقدم الفاعل المساعد على الفاعل لو كانت الجملة كانت هتوب بايه they are organizing a party في السؤال are they they are are they is she studying here for her exams is she studying for her exam هل هي تذاكر لامتحانتها yes she is no she isn't نعم هي تذاكر لا هي لا تذاكر WH questions اسوال بادات استفهام بنحط ادات استفهام question word plus am is are subject plus verb ING what are you doing سارة ماذا تفعله يا سارة i am cycling i am cycling انا اركب دراك هنا استخدم اداة استفهام بعدها فعل مساعد R ثم subject فاعل بعدين فير بـ plus ING وكملكم ايام cycling الرد على السؤال ملاحظات على اضافة ING عندما ينتهي الفعل بحرف E غير منطوق قبله حرف cycle يعني ما بننتقش حرف E زي كلمة cycle cycle هل سارة في الـ لا نحذف الـ ونضيف ING تبقى cycling practice practice practicing practicing شال الـ وحط ING إذا انتهى الفعل بحرف ساكن مسبوخ بحرف متحرك لو الفعل انتهى بحرف ساكن أي من حروف السكنة وقبله حرف متحرك بنضاعف الحرف الساكن بس بشرط ان يكون الفعل من مقطع واحد زي كلمة swim swim swimming sit sitting لا يضاعف الحرف الأخير إذا قبله مسبوخ بحرفين متحركين يعني لو هنا كلمة feed نحن قلنا قبلها حرف متحرك وهي ساكن هنا اتنين محركين قال لي خلاص نضيف ING بس feed معناها يطعم feeding feeding wait waiting wait waiting waiting إذا انتهى الفعل بـ IE يحول إلى Y lie lie lying 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 يكذب die die dying يموت ولسه واخدين tie قلنا tying tying usage الاستخدام يستخدم المضارع المستمر للتعبير عن أحداث الجارية حول أو بالقرب من نقطة الحديث يعني حاجة مؤقتة شغال الأيام دية خلال فترة محددة النهاردة مبارح بكرة يعني حاجة مؤقتة يعني كنت بتذاكر بطريقة عادية دلوقتي انت بتذاكر بجد عشان الامتحانات الرابط فحنا حوالين نقطة الحدث نقطة الكلام اللي احنا فيها she is studying for her exams this week تذاكر ان امتحانتها هذا الأسبوع فهنا استخدم مضارع مستمر عشان قال this week في هذه الفترة بستخدموا أيضا الحديث عن أحداث تقع الآن أثناء الكلام يعني واحد بيعمل حاجة دلوقتي حالا وإحنا بنتكلم dad what are you doing سما داد بيسأل سما بيقولها what are you doing ماذا تفعلين سما I am hanging up the streamers I am hanging up the streamers أنا أعلق الشرائط الملونة كمان بيستخدم مضارع المستمر لوصف الأشياء التي تحدث في صورة لو أنا ماسك صورة دلوقتي وبقول الولد ده ركب عربية الولد ده معرفش بيعمل ايه الراجل ده بيعمل كذا فأنا بصف الصورة دلوقتي they are playing with the balloons هم يلعبون بالبالونات الأطفال دي مثلا فأقوله they are playing أنا بصف صورة who is wearing a blue t-shirt who is wearing a blue t-shirt من يرتدي هذا التشيرت الأزرق اللي في الصورة ده فأقول لي مين اللي لابس الأزرق ده بنستخدمها كده حتى في العربي فلما أصف صورة بستخدم زمن مضارع المستمر يبتلت استخدامات دولت أحداث جارية حولها أو بالقرب من نقطة الحديث يعني ونحن بيتكلم حواليها قبلها بعدها مستمرة دلوقتي الحالة أو حدث يحدث الآن أثناء الكلام والاستخدام الثالث هو أن أنا أصف صورة time phrases with present continuous التعبيرات الزمنية مع زمن مضارع المستمر this week this month this year لما يقول لي this week month year على طول بستخدم مضارع المستمر today 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 يعني اليوم يعني الأمر الطبيعي عادي بس اليوم نحن عندنا حاجة معينة فهذه مضارع مستمر now now أهم الكلمة دية معناها الآن at the moment في هذه اللحظة quiz on language focus one choose the correct answer one what are you space today ندا ماذا تفعلين اليوم يا ندا طبعا عندي R إذا فعل مضافا له ING what are you doing ماذا تفعلين مضارع مستمر number 2 I am space for the football game I am practicing أتمرن لمباراة كرة قدم three three علي أن الطارق aren't space for the exams they are running in the park لا يذكرون الامتحانات هما بيجروا في الحديقة يبقى هنا studying number four Omar is space a party for the end of the year بيجهز أو بينظم لحفلة أو ما بعد الامتحانات organizing five I space playing the basketball match today I have too much school work I am not لا ألعب مباراة اليوم أنا عندي واجب كتير أو شغل لمدرسة كتير six we space our lunch at the moment at the moment في هذه اللحظة من الغدة we are eating our lunch number seven where are they going space yesterday last week now last year are they going هما ذاهبين فين now الآن last week last year العام الماضي الأسبوع الماضي yesterday بالأمتس ما نجدعه بالماضي خالص eight the boys are take takes taking talk photos today يلتقطونا صور اليوم today okay يبع على طول مدارة مستمر وعندك are taking nine we are playing with the balloons at the moment ten what space نوها and دليدة doing now ماذا تفعل نوها ودليدة الآن what are eleven amina is read reading reads to read a book in an armchair at the moment على كرسي زوم ساند بهذه اللحظة في هذه اللحظة متعر الكتاب is reading twelve she wearing a hat for the party is she wearing السؤال قنا نقدم إذا على she is she wearing thirteen nesma space wearing a red t-shirt for the party mortalia t-shirt أحمر للحفلة is ترجمة نانسي 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 ترجمة نانسي